لعل قصة محمد وولد صلاحي المزداد في روسو جنوب موريتانيا سنة 1970 بدأت حين سفره من ألمانيا حيث كان يدرس إلى أفغانستان للقتال إلى جانب المجاهدين الأفغان ضد الروس بين عامي تسعين واثنين وتسعين تسعمائة وألف قصد أفغانستان ثلاث مرات هناك تدرب في معسكر الفاروق التابع لتنظيم القاعدة الذي كان آنذاك يجند من باتوا يعرفون بالأفغان العرب وولد صلاحي يؤكد أنه منذ ذلك الحين قطع كل صلاته بالقاعدة لكن تلك الصلات المفترضة هي التي ستعصف بستة عشر عاما من حياته بعد هجمات الحادي عشر من شتنبر 2001 كان وولد صلاحي قد عاد إلى موريتانيا ويعمل مهندس اتصالات حين تم استدعائه واستجوابه من قبل المخابرات في المرة الموالية في نوفمبر 2001 جاءوا إلى بيته واقتادوه إلى وجهة لم يعلم بها لا هو ولا أسرته لم يظهر أثره بعدها لقد سلمته بلاده بطلب من الولايات المتحدة إلى الأردن حيث التحقيقات استمرت ثمانية أشهر ليخبره المحققون أنه سيعود إلى بلاده يحكي وولد صلاحي اقتادوني إلى المطار مقيدا ومعصوب العينين وسدوا أذني ووضعوا غطاء على رأسي أدرك حينها أنه لن يعود إلى موريتانيا كانت الرحلة نحو أفغانستان عاد إليها سجينا لتستقبله قاعدة باكراما العسكرية الأمريكية استمرت التحقيقات أسابيع قبل نقله إلى وجهته الأخيرة أسوأ سجن في العالم معتقل جوانتانامو حيث تلقي الولايات المتحدة بمن تصفهم بالمقاتلين الأعداء بينهم حينها نحو 780 معتقلا كان وولد صلاحي الوحيد الذي سلمته بلاده للحكومة الأمريكية في البداية وضع في زنزانة أشبه بصندوق جدرانها من حديد ثم نقل المعتقلون إلى زنزين مسيجة بدون جدران يسمونها شبابيك الدجاج كانوا فيها عرضة للشمس والرياح والانتهاك خصوصيتهم في الفضاء المفتوح الاستنطاقات لا تتوقف ومعها التعذيب يشتد الضرب الإيهام بالغرق التجويع والإذلال والمنع من النوم كان برنامج تعذيب كامل وقعه وزير الدفاع أنذاك دونالد رامسفيلد وسماه المشاريع الخاصة تعاقبت حصص التعذيب والأسئلة نفسها يطرحها المحققون حول علاقة وولد صلاحي بالقاعدة وبهجمات الحادي عشر من شتنبر الوثائق الأمريكية التي سربها موقع ويكيليكس تقول إن وولد صلاحي اعترف بأن مسؤوليته كانت تجنيد الأعضاء للقاعدة في أوروبا لكنه نفى سنوات قبل أن يوقع ما أرادوه تحت التعذيب معاناته حكاها في كتاب بعنوان يوميات جوانتانامو مذكرات خاض محاموه حربا قضائية ضد الحكومة الأمريكية قبل أن تسمح بنشرها وإنما بطورة تصدر الكتاب قائمة المبيعات لدى صدوره عام 15 و2000 وترجم إلى 30 لغة ورغم عدم توشيه أي تهمة له سيبقى وولد صلاحي في جحيم جوانتانامو حتى أكتوبر 2016 بعد 16 عاما عاد وولد صلاحي إلى موريتانيا أعلن الصفحة عن جلاديه لكنه ما زال يطالب باعتذار الدولة الموريتانية